أستغذر حضرتك نروح نشوف رسالة من دميات فيما يتعلق بهذه المشكلة وأرجع أتكلم مع حضرتك في تفصيلها سهل الخير مشاهدي تلفزيون الحياة في إطار حملة مصر نظيفة التي أطلقها برنامج الحياة الآن والتي تسهم في حل أزمة القمامة وحل أزمة النظافة في محافظات مصر كلها والقمامة التي انتشرت في محافظات وقرى مصر من محافظة دميات أحييكم وتحديدا من قرية شطا وهي قرية تعتبر منطقة سكنية خلفي يقع أكبر مقلب في منطقة أو محافظة دميات كلها في مطالبات من أهالي قرية تشاطا بإزالة هذا المقلب مع بعض اللقاءات من بعض أهالي والمواطنين بقرية تشاطا يطلعون أكثر على تفاصيل مطالبهم والماذا يريدون إزالة هذا المقلب الكبير تفضل راحب حضرتك أولا ناخد فكرة تاريخية عن هذا المقلب هو يعتبر أكبر مقلب في محافظة دميات كلها أيوة هو حضرتك مقلب الزبالة بتاعة محافظة ضماء كله يعتبر ده المركز الرئيسي لتجميع القمامة وإذا أنشئ مع إنشاء مصنع السماد اللي كان أنشئ في الشطة مع نهاية الكتلة السكنية والحقيقة أننا احنا اضررنا كتير جدا وقدمنا شكوة كتير جدا عشان نقل المصنع ونقل المقلب الزبالة يعني خلينا نكون فاهمين برضو يوجد خلف هذا المقلب مصنع للأسمدة المصنع الأسمدة لا يعمل حالياً الوقتي بطاقة يعني يعتبر متوقف تمام وهذا المصنع الأسمدة كان بيستفاد من القمامة الموجودة هنا بيشغالها عنده في المصنع كان بيشتغل فيها وكان بيخف رغم الأضرار الصحية اللي كانت بتعود علينا نتيجة عمل المصنع من تصاعد الأدخنة والأبخرة والغازات السمة إلا أني كان أخاف من كده الوقتي كل أمراض الحساسية والصدر والمعدة سبب التلوث الجوي بسبب هذا المقلب الزبالة المصنع حالياً متوقف عن العمل؟ المصنع حالياً متوقف عن العمل وفيه قرار من السيد المحافظة من ثلاث شهور بنائل المصنع من هذا المكان إلا أن للأسف الشديد الوحدة المحلية بمركز ومدينة ضمات ما زالت تقوم بإحضار القمامة بتاع المحافظة كلها وإلقائها في هذا المكان وعدم الاستفادة منها إلا أنها بتجيب علينا الغازات والروايح والأضرار إلى جانب حضرتك ده المواشي بالفعل هنا المشياء بتاكل فعلاً من القمامة لهذه القمامة وبالتالي بتعود على أهل القرية وأهل المدينة الضميات بأضرار كترة جداً نتيجة استعمالهم اللبن ومنتجات الألبان واللحوم اللي بتتغذى على القمامة والزبالة إمتى نقدر نقضي على هذه المشكلة؟ أعود مجدداً